اليوم جبناكم لحتى نجرب السرقة خفيفة لحتى نشوف مين راح يتأهل معنا السؤال الأول أي شقة مؤهلة معنا للسرقة الآن؟ نظراً أن وجود 26 سنين ثقة في العمارة نصهم ضاوي نصهم مطفي الثقة في الطابق الثالث تستفى أحداً يعني هي الثقة المؤهلة للسرقة أنا فهمت عليه كلمة واحدة طابق أنا فهمت عليه لأن أخوي بقرط أصلاً أنت جدتها تقولي الثقة والثابع ومتوسط دخل الفرد؟ يعني بروفيسور يعطيك ألف عافية روح شباب خلونا نركز ونتذكر محاضرة السرقة مية وواحد اللي عملناها شو حكينا فيها؟ الشقة الضاوية الناس طالعين الشقة الطافية الناس نايمين الشقة الضاوية الناس طالعين الشقة الطافية الناس نايمين بس اليوم في عنا اختبار قوي أنه في عنا شبكتين ضاويين فمين الحرام المحترف اللي رح يحكينا أني واحدة أحسن؟ ما إحنا حكينا؟ التلفزيون شغال الناس مسافرين والتلفزيون طافي الناس طالعين بس زي ما إنتوا سامعين في صوت تلفزيون من الطابق الثالث وهاد الحكي بغني أنه الناس مهاجرين تفضلوا على الانتركم بنحب نبارك لكم لوصولكم لهاي المرحلة الرائعة وهس رح نحدد مين فيكم الحرامي الأفضل رجاء نحدى فيكم رنع الجرس جاوبي مين؟ أنا سالي وأنت جاية تصور خالتك يا سالي روحي أنا؟ والله منك وحش احكي لنا شو شعورك وأنت الحرام المختار؟ ما عادي شو يعني؟ إيه؟ مرضك إلو كاتب محلة أنا حكيت لك من أول ما شفته وقح جدا شو شعورك إنه سالي خسرت؟ يا ربنا بأخذ إشي وبعطي إشي والحمد لله لكل إشي بس قبل ما نحكي لك ألف مبروك وتأهلت معنا حب أحكي لك إنه أنت وصلت على باب البيت ومش عارف تخلع الباب هل في طريقة أبسط من هيك؟ وأين؟ أين لا أحكي لك بلها hacemos واول المبادئ وأخلاق؟ اجد hatten تسجرب حتى أكلم او blunt امرعد غدًا نحن لك بسنا ياش حكيات? انزللي انزللي. لا لا لا. انت كفية بزوتها. انا شرطة. شو حكيات? حكيات يا قدر. اللي جاب لها. اللي جاب لها حكيات انا مسؤول كبير. تعال نعتذر منك انت ما تأهلت معنا بتقدر تروح? لجيت لك شغلة. تفضل معك. وين وين تفضل معك? وين?